تصدف مدينة جدة سعودية اليوم الخميس قمة دول مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتي تأتي في توقيت عالمي يشهد تحديات جمع ومن المنتظر أن تبحث القمة سبل مواجهة التهديدات الإقليمية التي تواجه دول المجلس ووضع استراتيجية مجابهة لمواجهة تحديات منطقة البحر الأحمر بما له من ثقل إقليمي ودولي في خضم رغبة قوى دولية وإقليمية لترسيخ نفوذها وفرض أجندتها وتعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية ويضم مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ثماني دول هي مصر والأردن والسودان واليمن وإرتيريا والصومال وجيبوتي